الزمالك خلاص رفع القف القيد بس جمالي الزمالك عايزة دليل فالدليل دي بقى ايه؟ الصفقاء سجل بقى لا سجل ايه الزمالك لما هيجي يسجل هيدفع الاول يدفع ايه تاني؟ اتحاد الكرة اه ده لسه فيه اتحاد الكرة فاكر موضوع ناصر منسي وشبانة وبالحج لما اه 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 زمالك الدفعة دي اللي في ينار 15 مليون اه 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 بزبط فالتحاد الكرة هيقوله سيستم بتاعك تفتح اللي بقى نتفك اهل ومسهلا هترفع لعيبتك لينا 15 مليون بعد اذنك عشان نعمل ابروف سهل عام عمر سهل وسط الدرورات اللي عمها تدفع كتير دي مليه كدير اوي كدير اوي الرقم ده سهل اوي سهل سهل يعني ادار الزمالك هتحل الموضوع مع اتحاد الكرة لان هو الرقم لازم يدفع عشان ودي مديونية زيادة لسه الزمالك هيدفعها طبع عشان زي ملك السيستم عنده اتفتح ولكن هو لازم ان اتحاد الكرة انت عارف يعمل البروف عال السيستم عشان الكرنيب بتاع اللاعب يطلع فيقدر يشارك ودي حصلت قبل كده فالامور سهل هي دي اللي نقصة مين بقى نتكلم على قائمة المرشحين مين اللي هيتسجله لقى انت بتاع قائمة مرشحين لقى انت بتاع قائمة منضمين طيب كلم عمر جبالا هيقول لقى قائمة مرشحيدي انا اقول لك اسمها جديدة زياد كمال اللاعب امبي دخل الصورة يا دارة زمالك قبضت اهتمام كبير بزياد يعني زياد من العيبة اللي كانت بعيدة شوية وبقى فيه اتنين اعضاء مجلس ضارف زمالك بيتكلمون ان هما النادي مهتم بيه جدا ان هو يضمه في الفترة دي ولكن لما الموضوع دار من خلال الوسطى اللي استزاعي من الشريع في امبي قال حكتين قال انا مش ابيع زياد كمال في هنا انا مش هفكك الفرق انا ببني عن الموجود فانا مش هستسمر فيه دلوقتي هنا زمالك هيبدأ الموضوع بقى الفلوس عشان يحرك موضوع المفاوضات سوز اي من الشريع هيبدأ من كم يا كريم تلاتين خمسة وعشرين فالرقم هيبقى كبير جدا زمالك هيرجاء للسيناريو التاني انا عايز دعم وسط الملعب فيه اتنين لعيبة لعيب وقع خلاص اللي هو عبد الرحمن شيكا ولكن مفيش اي حاجة خلصت سواء مع الانتاج الحربي او مع طلاق الجيش لكن اللاعب وقع في جلسة مع الكابتن حسين السيد بشكل رسمي لناتزى مالك وكذلك محمد شحاتة اللي هو برضو بيلعب في نص الملعب وفيه كمان لعب تالت من الطلاقع هيجي اولوية اللي هو مين يوسري وحيد كلنا تكلمنا عليه في حلقة قبل كبير الزمالك ههتم بيه بشكل كبير جدا في الكام يوم اللي هم المتأخرين فبالتالي هيبقى اولوية للزمالك انه هو يتكلم مع زياد كمال انا هجيب لك بقى بترتيب اولوية نصر ماهر واحد من شحاته او شيكا واحد من شحاته او شيكا موضوع المهاجم هيتأجل شوية لان نصر منسك انا يروح البنك خلاص يعني بصورة كبيرة نصر ممكن يستمر مع الزمالك والبنك اتحرك في مهاجم وراح كلم احمد امين اوفا وكلم حسام حسن مهاجم سوح اوفا فيه مفاوضات مكسافة معايا من البنك الاهلي عشان يضموه من امبي واعرضين رقم كويس لا ما عنديش رقم بالزبط انت عارف ان لو عندي الرقم زي ما اتعرض هتلايني بقولك على طول بس امبي مسؤولي امبي كلهم حتى لما قلت له ام اهلي وزمالك قالك احنا مش هنسيب انا قلت لك ان عنده عرض سويسري من سيفيزر لا قاله مش هتسيبه باي رقم لعيفة ليه في الدول المصري فهم عايزين يصفروه في قرب بص لما هيجي يحسبها يا كريم ويلاقي ان الميزانية محتاجة هيسيب ايه صحيح حصلت مع محمود جاد قبل كده ويتسايب وعادي مصطفى الشلب اكتر من لعب اصلي الانديها في حاجة انه يبقى عندها موارد فالموارد من انها تخرج لعيب اصلي طبيعي يبقى عنده ميزانية محتاجة تضفق مالي امي مالوش فلوس قديمة عند الزمالك اه في صفقة مصطفى الشلبية الامر بتتسوي مفهاش مشاكل بالعكس الزمالك عليها فلوس كبيرة لبرامد يعني حوالة 14 مليون على ما تذكر يعني وصفقة دونجا وعمر جابر اه كمان خلنا نكمل لك في الاسماء ايه هتجيبه ايه باكي مين كتير او ماشي الزمالك راح للمصر عايز كريم العراقي مكان محمد طارق المصر طلب سيد عبدالله نيمار مفيش مشكلة في خروج سيد عبدالله نيمار ولكن مش في صفقة كريم العراقي يعني يبقى في صفقة اه هو زمالك شايف ان سيد عبدالله نيمار يخرج في صفقة تكون كبيرة اه صفقة منفصلة منفصلة اه اه وممكن يدخل في صفقة تبادلية لو مع بيرامد لو في اهتمام بحد في الوقت الحالي مفيش فيش ايه اهتمام بحد لا لا مفيش يعني اطرح يا مش عبدالله سعيد عبدالله سعيد كله عن طريق وسطاء وقلتلك قبل كده عبدالله مرحب ان هو هي العبسانة للزمالك ولكن الكلام كله عبدالله وسطاء ولا عن طريق كابتن احمد سليمان لا عن طريق وسطاء وسطاء ميش مليون في المية ميش وكمان وسطاء بيتكلموا مع كابتن حسين لبيب اه اصلا مشاركا يعني اه يعني فالموضوع انهم بيحاولوا يجيبوا عبدالله من فترة كبيرة بتكلموا مع كابتن حسين لبيب وتكلموا مع كابتن احمد سليمان المشرف عالكورة لا معادي مع كابتن حسين السيد مشرف عالكورة كابتن احمد سليمان مشرف عالكورة كابتن حسين لبيب بصفة رويس النادي بيساعد في المواضيع دي بشكل كبير تمام وبيدخل في بعض الحاجات عشان يخل خليك امملك فكريم العراق الدنيا اه مماشيتش لغاية دلوقتي فلما وقفت الزمالك عنده سيناريو تاني شام صلاح اللي هو لعب الاتحاد سكنداري الاتحاد سكنداري كان حصل كلام قبل كده وكان فيه تفكير انه طب ما يخرج إبراهيم أنضاي الاتحاد سكنداري يتوفر مرتبه في الزمالك ويقدر الزمالك يجيب مهاجم أجنبي مثلا أو جناح أجنبي ويبقى وفرت الرقم اللي هو بياخده إبراهيم أنضاي ولكن الاتحاد سكنداري مش مش شاف انه هو محتاج لإبراهيم أنضاي هيجي بقى هنا ان الجزء اللي أمامه محتاج تدعيم فالزمالك يروح لفيوتر في ناصر ماهر الزمالك عايز يدخل عمر السيسي في ناصر ماهر عمر السيسي عنده عرض من سراميكا بس خلني أقول لك المفاجئة الناس كلها قالت إن قدارة سراميكا هتدفع 14 مليون جنيه اللي أنا عايز أقوله لك إن من خلال مصدر مهم جدا داخل سراميكا إن سراميكا ما عرضش الرقم ده ما عرضش إلى 14 مليون جنيه وإن عمر السيسي خيار تاني داخل سراميكا البتر الخيار الأول لسراميكا هو ضم غنام محمد لعب فيتشر فبالتالي عمر سيسيف هو خيار ثاني لسراميكا الخيار الأول بالنسبة لسراميكا أنه يدعم المركز ده بغنام محمد في حدي ثاني هنلف لفه ونرجع هنعليه مع بعض هتنفس هتجمع لي بقى اللعبة اللي في الدول